اشتركوا في القناة وبعدين خلاص ما اريد منه شيء اربع سنوات وصل للمجلس اصبح سعادة فلان بعدها تدور عليه تروح للبيت تتصل فيه لا يوجد رد توصلوا الناس ان الاربعين هما منزوجين لانه ليش قال لك والله انا مندي عقد مؤقت وخايف ان اطلع وماعرف كفاية اولادي الى الان باحث عن عمل الى الان هو ماعرف مصيره في الحياة قال سنتظر الوظيفة ثابتة او متخوف يدخل في ريانة العمل هل بالضرورة ان ما تراه الحكومة هو صحيح السلام عليكم حلقة جديدة من بودكاست جلسة كارك التقيكم انا محمد الهنائي في حلقة من حلقات جلسة كارك الخاصة وهذه الحلقة حلقة استثنائية اولا لانها في فترة استثنائية واللي هي فترة انتخابات مجلس الشورى وثانيا لانها مكان جدا استثنائي مكان تاريخي مكان عريق مكان يعني بني قبل اكثر من ثلاثمائة عام اليوم حلقتنا مع قحطان بن علي العطابي مترشح عن ولاية بحلة اهلا قحطان اهلا فيك احياك يا مرحب فيك شرفتونا ونورتونا في بحلة وفي حسن جبرين بالتحديد الله يحييك حسن جبرين يعني من الحصون الجدا عريق انا مكان هاتف ثاني زيارة او كانت زيارة يعني الشباب مش تغلين في حركة سياح احنا اخرنا التصوير من العصر للان بعد المغرب بالفعل للحين بداية الحركة السياحية اللي هو موسم السياحة الان بداية الشتاء وتلاحظ سياحي للان ساعة سبعة تقريبا الحركة لا زالت مستمرة يعني فقلنا نحن نخلي الوضع طبيعي سياح جايوا عادة نقول محياكم يصوروا من فوق يصوروا من تحت عادل نستمتع معامو يستمتعوا معانا هذه الحلقة بتكون نوعا ما مختلفة عن الحلقة السابقة اللي هي نفس الشي تحت او تحت فكرة اللي هي انتخابات مجلس الشورى ليش؟ لعدة اسباب اولا الاشخاص اللي صدفناهم سابقا سواء كان عضاء سابقين او حتى كمترشحين حاليين هم اعمارهم يعني نقدر قول اعمارهم كبيرة في الاربعين او في الخمسين قحطان انت تعتبر واحد من اصغر المترشحين عمرا يعني مقتبل الثلاثين بداية الثلاثينات السؤال الا تعتقد انه من المبكر جدا انك تخوض المعركة او المعمعة السياسية ام انه هو هدف مؤجل وحان الوقت مهل العم والله من رأيه اذا ما كان العمل البرلماني ذات منحقية واضحة ورؤى يعتبر العمر مجرد رقم واني اخوض التجربة في هذا العمر في الفترة هذه انا ارى حقيقة انه هو الوقت المناسب بان اعطي كل ما لدي من فكر من اكتهاد من طموح ورؤية تحقيق الرؤية في هذا الوقت ما الفائدة باني ابذل كل جهدي وافكاري في اشياء اخرى وبعدين افكر في الدخول لمجلس الشورى وانا اعطيت كل شي سابقا فهذا الشي اللي خلاني انا ادخل في الفترة السؤال المطروح من قبل الناس اللي تسمعك او اللي شاف تسمعك وقت الترشيح واكيد انت طرحت على نفسك قبل ان تترشح لانتخابات مجلس الشورى لماذا الترشح؟ والله الترشح هو ايمان مني بقدرتي على احداث تغيير قذري في العمل البرلماني من خلال شراك المجتمع في كل جميع فئات المجتمع يعني في هذا الموضوع يعني انت تؤمن بمبدأ الشراكة نعم مبدأ الشراكة وما شراكة فقط لفئة معينة من المجتمع انا اؤمن بانه هناك فئات الشباب وهناك فئات الكبار في السن وايضا يجب ان تسمع الى ايضا فئات اللي هم الاطفال فجميع فئات هذه تستمع لهم ممكن انك تأخذ فكرة منهم وهذه الفكرة يغفل عنها فئة اخرى من المجتمع فهذا الاشراك الجميع في هذه العمل البرلماني انا احس انه مهم جدا انت خلفيتك او الانشطة اللي تقوم بها غير انك خريج قسم الالام جامعة سلطة قابوس خلفيتك اللي هي في ريادة الاعمال كيف من الممكن انك تفعل دور ريادة الاعمال في ولاية ما كما يرى الجميع في الاون الاخيرة بدأ شباب في ريادة الاعمال وبدأ التفتح في ريادة الاعمال وذلك بما نراه من قهود من الحكومة في هذا القانب جزاهم الله خير لحكومة فتحة الابواب لريادة الاعمال وايضا لحامل بطاقة ريادة وغيرهم تسهيلات كثيرة لراءة الاعمال ولكن تخوف من قانب الشباب اللي هو التخوف انا يقول لك ما عندي رأس ما لابده في المشروع هذا واحد اثنين القانب الاخر يقول انا والله هي بشتغل في ريادة الاعمال اللي هي عقود مع الحكومة العقود المؤقتة كانت ايضا مخاوف من البعض اذا كانت العقود الحكومية المؤقتة كانت تسبب تخاوف لدى البعض ان هذا انا عقد مؤقت فاروح اربط نفسي بمسؤوليات او بحاجة وانا ما عارف كيف مصيري فكيف انا ادخل في مجال ريادة الاعمال وايضا زاد التخاوف بعد كورونا كوفيد 19 سبب متخاوف كبيرة رواد اعمال كانوا والحمد لله امورهم ومشاريعهم كلها ممتازة وماشيين طاح وطيحها مرة واحدة فهنا ايضا زادت المخاوف في ريادة الاعمال ولكن هنا في بلاية بهلة بالتحديد وفي الداخلية ارى ان التوجه لريادة الاعمال للشباب بدأ يظهر وانا كقاحطان اشجع كثير على ريادة الاعمال واعلى التسهيلات اللي تقدمها الحكومة واعلى الابتعاد عن المخاوف الي ممكن تحصل انت في الحكومة ممكن تصير للك مخاوف في الشركات الخاصة ممكن تصير لك مخاوف مخاوف التسريح مخاوفirm eso لكن انت تحدد مستقبلك بنفسك نزيل بالنسبة لك أنت يعني على نطاق عمان وأيضا على صعيد بهلا إيش هي التحديات الصعبة اللي تواجه رواد العمال أنت ذكرت اللي هو أن صعوبة توفير الرأس المال صعوبة توفير الرأس المال أحد التحديات والتحديات أخرى اللي هي الاجتماعية اللي ذكرتها سابقا ولكن أنا أقول بأنه توفير الرأس المال ليس بتحدي الآن بنك التنمية فاتح أبو أبو ورفع السقف إلى ما يقارب إلى خمسة مليون أيضا عندك هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فاتحة أيضا أبو أبوها والسقف ميتين وخمسين ألف وبدون ضمانات عندك دراسة للمشروع وعندك أشياء واضحة تعالوا وحنا جاهزين والآن ما أي واحد يروح أول سابقا لما كنا نروح ناخذ المكتنمية كان مجرد نعطيهم دراسة جدوى وقد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة وندخل في هذا المجال ونطيح في الديون لكن الآن هناك برامج تقدمها الحكومة قبل إعطائك للمبلغ هذا كدين اللي هو برنامج جاهزية هل أنت فعلا جاهز أنك تأخذ هذا المبلغ وتشغل بطريقة صحيحة أم لا فأنا أشوف أنه الحلول موجودة في بداية البدء بريادة العمل نزيل هنا لو بندخل شوية في موضوع الشورى بشكل أعمق ممتاز نزيل وبنخلي محاور اللقاء هي أنا على صعيد أعمال وعلى صعيد الولايات كون أن مجلس الشورى صحيح أن تتمثل الولاياتك لكن المشاريع اللي يعمل بها أو يعني يعمل بها أو أنها تقر هي تشمل عمان ككل فكثير نلاحظ نزيل هنا لاحظ كثير في الفترات السابقة أنه لما يجي مجلس الشورى أو لما في حملة الانتخابية يستخدم مصطلح الشباب ما يقول أي كلمة ما يستخدم أي كلمة يقول الشباب والشباب 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 نزيل إيش أنت قدمت للشباب وإيش بتقدم الشباب ما أحد يعرف يوصل لي قبة المجلس الشباب يكلموا الشباب يسألوا عن ما ما يحصلوا فإيش رأيك باللي يستخدم مصطلح الشباب يعتمد من اللي يستخدم مصطلح الشباب هل هو من فئة الشباب نفسهم أم من الفئة الأخرى في فئة كبار السن نرى في مجلس الشورى في قبة المجلس أنه هناك أشخاص تقاوزوا عمرهم الخمسين وستين والبعض في الفترة الأخيرة بدأنا أن نرى الشباب في المجلس أنا أرى أن الشباب ليس بتعاطف أن نتكلم بلغة الشباب ولكن أرى أن الشباب هم الفئة الأكبر الفئة السنية الأكبر في المجتمع أو الفئة المنتجة فلما أتخاطب مع فئة شباب وأنا كوني منهم أنا أعرف احتياجاتهم عايش معهم وأعرف احتياجاتهم في الوضع الحالي ما بس عشان مجلس الشورى أنا نزلت إلى الشباب ورحت معهم علشان أعرف احتياجاتهم لا أنا عايش احتياجاتهم وأعرف أنها وأتكلم عنهم وكأني أطالب لنفسي ما طالب للفئة هذه فهذا مصطلح الشباب والدك من هو الذي يتكلم بلغة الشباب؟ هل هو شاب نفسهم؟ يتشاركهم همومهم يتشاركهم همومهم ويشاركهم اللي يقلسين يواقهو أم شخص آخر فقط من أجل الشورى نزل لمستوى الشباب أو راح للشباب وقلس يسمعهم ويعرف اللي عندهم وإيش اللي احتياجاتهم وإيش اللي لا تعرف في المجالس السابقة أنا يعني ما أذكر برغم لتابعة كثير جلسات ما أذكر أنه في شي تم إقراره والعمل به لصالح الشباب وهذا اللي يخلي شباب كثيرين يعني يعزفوا عن التصويت يعني أبسط مثال أبسط مثال أبسط مثال وهذا أعتقد أنه هو من ضمن الملفات أو الأشياء اللي انت إن شاء الله لو وصلت بتطرح اللي هو موضوع مثلا الزواج يعني ما في شاب ما يعاني أو شابة ما يعانوا من موضوع الزواج في سلطنة عمال سواء على سعيد ارتفاع سعار المهور أو بعد ما نقدر نقول سعار المهور بيقول وانتو تسلعوا المرأة انتو اللي حاطين هذه المهور ما نحنا اللي حاطين المهور فنحنا ما نسلع ولا نسعار هي المهور كذا مرتفعة فهذا كملف أنا أعتبر جدا شائك اللي هو موضوع الزواج يعانوا منه شباب كثيرين ما حاجة زواج إلا أنه أهلا مساعدين أو أنه حوش لكن بيوصل الأربعين صحيح أو أنه بيأخذ قرض أو سلفية بالبنك فإيش رأيك في موضوع الزواج كقضية كبيرة تهم الشباب كقضية كبيرة تهم الشباب أنا من رأيه أنه يقب النظر فيها ويقب النظر فيها يوقد حلول ما نقول أنه ما يوقد لها حلول يوقد لها حلول ولكن تحتاج إلى تعاون المجتمع فيها كيف تعاون الشركات فيها كيف أنه ممكن تعمل سياسة لكل ولاية يحددها الوالي يحددها المحافظ بأن تكون حتى هناك مثلا كصندوق زواج يتم فيه التبرعات من قبل الشركات من قبل الأفراد من قبل رائد الأعمال في هذا الصندوق ويتم تحديد تواريخ معينة في السنة ويتم فيه العمل كزواج جماعي أعراض جماعية أي شاب قرر أن يتزواج هذه السنة يسجل اسمه وهناك فيه أولويات وليجان تحدد من يعني بيكون في هذا التاريخ ومن يكون التالي فأنا أتوقع أن وجود سياسة مثل هذه السياسة للولاية ويحددها الوالي أو المحافظ بتكون حل من الحلول تساهم في مساعدة الشباب والزواج وتحل هذه المشكلة بالضبط أن تنحل هذه المشكلة فيه مشاكل كثيرة غيرها بتنحل بتنحل فيه أمراض كثيرة ممكنها تختفي فيه سلوكيات كثيرة أيضا ممكنها تختفي سلوكيات أيضا لو تذكر سابقا كنا دائما نسمع أن الرجل الأعمال إفلاني قام بعمل زواج جماعي الشيخ إفلاني قام حاليا ما فيه ما فيه أبدا أنا أذكر البعض أقام أيضا عراس جماعية مثل ما ذكرت 300 شخص 400 شخص الشركات كانت تدخل مثلا بعطر بعطر وهدايا وحلوة ولو الضيافة ولو شي بسيط مساهمة المجتمع في هذا الموضوع أنا اليوم ساهمت في زواج فلان بكرة الجماعة بتساهم في زواج ابني أو ولد عمي أو خالي أو كذا فتكاتف المجتمع لحل هذه القضية له دور كبير جدا في هذا الموضوع مثل ما ذكرت وصلوا الناس سن الأربعين هم منزوجين لأنه ليش قال لك والله أنا عندي عقد مؤقت وخايف أن أطلع وما عرف كفا أي شي أولادي إلى الآن باحث عن عمل إلى الآن هو ما عرف مصيره في الحياة قال سنتظر لوظيفة ثابتة أو متخوف يدخل في ريادة العمل أنا أعرف أشخاص وصلوا 35 وهم ما عرفين مصيرهم ولدك ولكن أهاليهم يعني مقبارين على أنهم يزوجوهم ويصرفوا عليهم ويشوفوا لهم طريقة عساس أن يعيشوا حياتهم ما يحبوا يشوفوا ولدهم وصل 35 و 37 هو الآن ما عرف مصيره لا حرم لا عمل لا لا شيء فأنت مجرد ما تحل مشكلة تنحل مشاكل واخرى إذا حلّيت مشكلة العمل كباحث عن عمل أو فتحت المقال ريادة العمال أنت حلّيت مشكلة الزواج أيضا وإذا حلّيت مشكلة الزواج وفتحت مقال للزواج وهذا لك هو بعد ما يتزوج رح يعرف المسؤوليات ويحس بالمسؤوليات وبيعرف بأنه هو مقبر أن يذهب يبحث عن عمل أو يدخل في ريادة العمال فهنا العملية عملية كاملية يعني ما تفضل شي على حساب شي ذا ما تفضل شي على شي إذا اشتغلت بتتزوّق وإذا تزوّقت وحلّيت مشكلة الزواج بسياسة معينة هنا أنت بتقبر الشخص على أساس أنه هو يروح يشتغل ويعرف كيف يصرف على نفسه وعلى عائلته تعرف اللغة اللي صاير وهذا سابقا ما كان موجود يعني سابقا لو رجع قبل 30-40 سنة كان الشخص ممكن يتزوّج هو عادي ما عنده وظيفة البعض ممكن يتحفّظ الآن نوع المال يقول لا الحياة تغيرت وكذا هناك مجتمعات للآن في 20-23 وكثيرين إن موضوع الزواج هذا هو ما مرتبط بموضوع الوظيفة يعني ما يلا علاقة يعني إذا كل واحد عنده عقد مؤقت مدة سنة سنتين خمس سنوات حتى اللي عنده عقد دائم ترماضي من الحين صحيح الشركة تقول لك بكرة أنا قفّل معناتك لنحد يزوّج إذا عدر الزواج هو الوظيفة صحيح والمشكلة الأكبر أن أهلك أنت قبل أهل البنت أو العكس هم اللي يقولوا جيب وظيفة أول بعدين نحن نزوّج عندي وظيفة أنا نزيل لا البنت تحتاج بي تحتاج موضوع فموضوع الزواج موضوع شائك أنا أحس أنه لازم تكون في في تدخل أو في قرار سيادي قرار سياسي أنه حلاص تحط هذا اللمت نزيل للمهور نزيل مثلاً خمسة ألاف هذا اللمت اللي ناسب كل حد حيث أن كل حد يقدر يزوج ما البيت الفلاني طلب 12 ألف أنت بتروح نفس الشي تريد 12 ألف فهي صايرة صايرة مساومات من اللي يدفع مهار أكثر أو من اللي يطلب مهار أكثر هذه تصير حتى بين البنات شافت أو فلانا دفع لها المبلاغ الفلاني أنا بطلب المبلاغ الفلاني طيب هذا أنت بتعيشي هذه اللحظة أنت طلبتها ذلك المبلاغ وسويت العرس الخيالي اللي أنت تحلم فيه طيب بعد العرس أنت ما تعيشي في حياة صعبة مع زوقش لأنه تدين لأنه خلص كل فلوسه لأنه سوى مستحيل علشان أنت تقبل فيه وعلشان أنت تسوي العرس اللي أنت تحلم فيه وبعد ذلك هو ما قادر يصرف على الباقي المصاريف طول حياته فهذه الأشياء أيضا ثقافة تعتمد على ثقافة يجب أنت سنعود لنفس النقطة اللي أنت قلتها اللي هي التكاتف المجتمع مع الحكومة وحتى كمجل الشورى ممكن أن يدعم قرارات مجتمعية تحل هذا الملف بالضبط اللي هو ملف الزواج بالضبط على طار موضوع الزواج إيش رأيك في قانون الزواج من الخارج قانون الزواج من الخارج من القوانين اللي حلت بعض المشاكل اللي أنا أراها ولكن البعض فسرها بتفسيرات أخرى مثل؟ مثل أنه والله إحنا أخذها عذر والله أنا البنات هنا مهرها غالي فرأيح برا هل أهلك راضينا على هذا الموضوع؟ لأن أنت تعرف عندنا هذه الأمور الأهلية والقبلية موجودة لا زالت إلى الآن فالبعض بيخسر أهلوه علشان موضوع أن يتزوق من بره والبعض أصلا كان متزوق من بره تلاحظت من بعد نزول القرار كثير من الناس كانوا متزوقين من الخارج وما أحد يعرف عنهم الحين راحوا وقابوا زوجاتهم ورقوا بأولادهم وزوجاتهم فكثير ناس ذاك أنا أرى تخيل أنك كذا جالس بين يوم وليلة عند أخوان من قارة ثانية عندك في البيت هين كنتوا أننا موجودين نحن موجودين ولكن القانون وكان سابحا لنا نقي ولكن أنا أقول لك حل بعض المشاكل ولكن ما معناته تأخذ عذر بأنك أنت تروح تبحث على زوجك من الخارج في قصص كثيرة أو مشاكل كثيرة صارت بسبب الزواج من الخارج لأن في زوجات ما أهمها مصلحة الأسرة ولا أهمها مصلحة الأولاد ويمكن قد يكون عندها هناك مصالح أخرى بينها وبين الزواج أو هروب من واقع مر مثلا هروب من واقع مر وغير وغير فهنا مثل ما أنت تشوفها إيقابية أيضا يوجد فيه سلبيات كثيرة الحكومة جزاه الله خير فتحت المقال ولكن قبل أن تتخذ أي خطوة أيضا يجب أن تكون خطوة مدروسة هل تعتقد أن القرار جاء في وقته أم أن تأخر أنا أرى في وقته أنا أرى بالحمد لله رب العالمين من بعد رؤية عمان عشرين أربعين لأن القرارات جالسة تقي يعني في وقتها كل قرار في وقته المحدد صحيح بعض القوانين والقرارات تأخرت ولكن أنا أرى بأنها في الفترة هذه قاسة تنزل في وقتها المطلوب كل قرار ينزل في وقت التساؤلات التي قاسة تحدث نحن ننتقل لزاوية ثانية اللي هي من صلب الانتخاب صلب الترشح سابقا طبعا مثل ما اللي يعرف كانت آلية التصويت أنك تروح لمقر التصويت غالبا يكون في المدارس الحكومية تصف تعبور تأخذ يوم يجازة أو أن يكون يوم يجازة في كل مكان المهم تروح وتصوت الآن التصويت صار إلكتروني في السابق كانت تشترى الأصوات وهذه ظاهرة التي يعرفها نروح للجماعة فلان الناس تجيبوا بطاياقهم وهذا مجرم قانونة صحيح الآن ممكن أن الوضع يكون أسهل لأنه أنت ما تفطر تجتمع فيهم في مكان مكشوف أو عند صندوق الاقتراع ممكن تجتمع فيهم في مجلس أو في أي مكان آخر فهذه ظاهرة ما تقدر تمنعها مستحيل أحد يقدر يمنعها الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنعها في ظاهرة هو ضميرك فالسؤال الآن من شقيين عيش رأيك بالشخص الذي يشتري الأصوات نزيل وبالشخص الذي يبيع صوته يبيع صوته شوف سابقاً مثل ما ذكرت أنت كان قمع الأشخاص ترسهم في باصه وشلهم علشان يرشحوك سواء كان هو راضي أو ما راضي هو يرى المبلغ 20 ريال 20 ريال 10 ريال اللي ممكن تعطيها لا نعمم تصرفات فردية حدثت من البعض وليس الكل ولكن القانون أو البرنامج الجديد الحكومة جزاه الله خير البرنامج انتخاب بالتصويت عن طريق التلفون وقربوه في المجلس البلدي وكان ناجح الآن كأول مرة في مجلس الشورى أنا أرى بأنه قد يحل أزمة يعني قد يحل المشكلة هذه نوعا ما لأن تجمعات أصبحت ممنوعة أيضا أي تجمع في ذلك اليوم ممنوع فهل كم بتجمع؟ بتجمع 200 شخص 300 شخص في مكان واحد أكيد ما بتقدر بأكثر من هذا العدد فبديل استسوي لهم صوتهم أنا أرى أيضا أنه استخدام تطبيق هذا في التصويت يركز على الشباب في زمان كان كبار السن حتى ما عنده تلفون ما عنده شيء شلوه في الباص وراح مسكين قاودوه وخلوه يصوت ولا عارف ما يسلف وصوه الآن لا أصبح الوضع مختلف لازم للشخص يكون فاهم وعارف كيف يصوت وكيف يعمل العملية الانتخابية فالأمر اختلف أما بالنسبة للشخص الذي يشتري الأصوات أنا أشتري الصوت الفلاني أو أبيع صوتي هل أنا لما أبيع صوتي كناخب لفلان من الناس أرى مصلحتي الشخصية في تلك اللحظة أم أرى مصلحة العامة لمدة أربع أعوان أربع سنوات قادمة أنا أريد هذا الشخص فقط ذاك العشرين ريال منه في هذه اللحظة وبعدين خلاص ما أريد منه شيء أربع سنوات أم العكس لأنه في الجانب المقابل اللي اشترى الصوت بيجي سمعك عليها لما يترشح وصارت لما يترشح ويكون في كرسي وتقولت تروح له بعد سنة سنتين بغيته في خدمة بيقول لك الكرسي هذا أنا اشتريتها بفلوسي فما يلك الحق تتكلم أو تقول أني أنا ما سويت لك وفعلت لك يعني كأنه يقول لك أوس لمدة أربع سنوات لمدة أربع سنوات أنا اشتريت الكرسي هذا بفلوسي فما يلك تتكلم عن المصلحة العامة ولا يحق لك تتكلم في السوشال ميديا ولا أي مكان عن قانون معين وإني إنما فعلت متى يحق لك تتكلم لما تعطيني صوتك بقناعة تامة أنا أعطيت هذا الشخص لأنه هذا الشخص ذو كفاءة هذا الشخص أنا عارف أنه بيوقف معي هذا الشخص أنا عارف أنه بيشتغل من أجل المصلحة العامة ومن أجل أيضا المصالح إذا كانت شخصية في موضوع معين يساعدك فيها ولكن ما بالطريقة التي أنت قالست أنك تبيع صوتك في هذه الناحية فهذا من مجهة نظري دائما لما يذكر موضوع المترشح أو موضوع الانتخابات أو موضوع لمن تصوت يجي شعارات مثل صوتك أمانة اختر المترشح الذي يمثلك أنت بصوتك أنت تحدد مستقبلك تحدد مصيرك وأشياء من هذا القبيل لكن المصطلح الذي يتكرر دائما والذي عليه لغة كبيرة وهو مصطلح الكفاءة دائما النساء يقول لك أنت أختار العضو الكفو أختار الشخص الذي ذا كفاءة لكن مصطلح الكفاءة بالنسبة لشخص معين يعني يرى أن كفاته أن هذا الشخص هو ممكن يمشي لموضوع يخلص لي موضوعه أو أنه عند علاقات في الوزارة الفلانية الجهة الفلانية هذا كفو بالنسبة لنا شخص آخر يرى أن هذا الشخص ممكن يساعده في أنه يحل مشروع أو مثلاً يمشي قرار أو أنه يساعد قانون جديد فهو يعتقد أنه كفو لأنه يرى مصلحة الشخصية هو فلذلك هو يصوت لهذا الشخص لكن أكيد في صفات أو في مواصفات للشخص الكفو يعني مفروض تكون في أغلب المترشحين إذا ما كلهم فمن هو الشخص الكفو؟ للمفروض أي ناخب أو مثلاً الشخص الناخب الذي الآن يسمعك يستمع إلى قحطان ويعتقد أنه هو الشخص المناسب لنا يمثل من هو الشخص الكفو؟ ما هو مواصفاته؟ من وجهة نظري الشخص الكفو هو الشخص الذي يستطيع إيصال صوت الشعب كما يجب إلى القهات المعينة المختصة كيف ذلك؟ أنا عندي مطالبات معينة فأستلم هذا الطلب من القرية الفلانية أو من الجماعة الفلانيين عن مصلحة عامة تخص القرية الفلانية هل أنا فعلاً قادر أني أوصل هذه الرسالة للقيها المعنية؟ أم فقط؟ أوهم هذه الرسالة لكن الجماعة بأني فعلت ذلك وأنا لم أفعل بعدم مقدرتي على فعل ذلك في الفترة هذه بتسمع كثير من الأشخاص يقول لك أنا عندي وأنا أعرف ناس وأنا عندي علاقات وأنا بسوي وأنا بفعل وأنا كذا وأنا كذا وذلك لا استعطاء في الناس أو لكسب ثقة الناس ولكن في الحقيقة متى يظهر ذلك؟ يظهر ذلك بعد التصويت في الفعل الحقيقي في ناس قاتوا کلمتني في الفترة الماضية قحطان ليش ما سويت الشيء Sроб أو ليش ما دعمت المكان الفلاني أو ليش ما سويت كذا كذا أنا هل فعلا أريد أسوي هذا الشيء علشان أنت دقي تمت صوتي أو أريد أسوي فعلا من أجل الولاية أو من أجل الجماعة الفلانيين أنا إذا قيت أسوي شيء مشارط أريد أسوي فهذ الفترة ليش ما سويته قبل أو ليش ما أسوي أو في قانب ثقافي لمركز معين أو أي شيء الحين بتشوف ناس واحد تظهر والله أنا رايح أسوي كذا وسويت كذا والفريق الفلاني وأعطيهم وعود وأعطيهم كذا أنا لو كنت فعلا حاب أدعمك أنت كفريق أو كشاب كان دعمتك قبل بس أنا مختفي عنك سنوات أو ظهرت لك الحين في الفترة هذه ووهمتك بأن أنا عندي المقدرة بأن أسوي لك الأشياء هذه وبعدين إيش بأسوي لك بعدين ما شيء ببساطة أنت بتقيني بتقول لي أريد شيء فلاني بتقول لي خلاص أنا سويت لك سويت لك اللي تريده وصوتني وانتهى الموضوع فاختيار الشخص الكفو أنا أرى الشخص الذي يكون صادق مع نفسه أولا ثم صادق مع الآخرين ومع الأشخاص اللي بينتخبوه الناخبين والذي يستطيع أيضا إيصال رسالة كما يجب أن تكون نزين في أصوات تقول سواء لقحطان أو لغير قحطان سواء في ولاية بهلة أو حتى في ولايات أخرى وأنا لأني ممتابع نوعا ما للوضع والأشياء اللي تصير خصوصا للمترشحين يقول لك وينك أنت من زمان ما حد سمع أنك شيء في الولاية من زين أو وينك كنت مختفي والآن طلعت أو نحنا أصلا ما كنا نعرف أنك أنت أصلا موجود معنا في الولاية وأشياء من هذا القبيل فإيش ردك على هذه الأصوات أو على هذه الإدعاعات؟ هذه الإدعاعات عندي لها رد واحد الرد هو في أشخاص موجودين في الولاية ولكن مجرد ما يعمل شيء بسيط الإعلام يرفعه أو خلى شخص يصوره أو فلان تعال سوي لي تغريدة فلانية أنا سويت الشيء الفلاني في المقابل أنا كقحطان شخصيا نتكلم عني شخصيا أنا كقحطان الناس تكلمت عني البعض تكلم عني نقحطان موجود خارج الولاية لسنوات طويلة إيش سوى للولاية أو ما يعرف حاجة عن الولاية أنا ردي شيء واحد أنا فعلت الكثير في الولاية ولكن ما من النوع اللي يذكر واللي كأني أمن للأشخاص بأنني فعلت لكم ذلك وسويت لكم كذا وتعالوا الحين يلا صوتوا لي لا هل سويته في هذه الفترة أو في فترات سابقة؟ في فترات سابقة بدون عن تذكر؟ بدون عن أذكر فعلت الكثير من أجل الولاية وأيضا من أجل البلدة ومن أجل الشباب ومن أجل الثقافة فعلت لكثير هل يكسب استعطاف مجتمعي أو من حبا من ذاتي؟ حبا من ذاتي وذلك لأنه أنا مثل ما ذكرت في سنوات معينة من عمري كنت بعيد بالفعل عن بهلة كنت في مسقاط بدراسة منشغل في الجامعة وغيره وغيره وأسباب أخرى ولكن الفترة هذه اللي كنت فيها بعيد عن الولاية لما رجعت رجعت بأني أنا قادر أعطي فيها عن كل السنوات اللي ضيعتها برا وبديت هنا أشوف النقص اللي موجود في الولاية واللي أنا قادر أعدله وعدلته اللي قدرت أعدله ولكن في بعض الأشخاص يقول لك يعني متساهلين معاك أو متساعدين معاك في هذا الموضوع والبعض الأخر ما متقبل لأنه يرى أنه اللي يسوي هذا الشيء يريد شيء في المقابل وأنا أقول هذا شيء غير صحيح هنا ثقافة يجب أن تتغير أنا ما قادر أسوي لك شيء فقط على أساس أنه والله بغي منك شيء أنا ما قادر أسوي شيء للبلدة أو لولايتي حباً للولاية أو غيره أني أشوف في ولاية أخرى من الولايات فيها شيء ولايتي ما فيها أنا أرى مثلاً حاجة تخص الثقافة أو تخص الرياضة أو تخص الصحة في الولايات الفلانية ومهتمين فيها كمجتمع وكولاية وكل شيء بس في ولاية أشيء انقصها على أساس أننا نطبقها زين بهلا يعني كاسم كاسم كولاية كتاريخ يعني كان معروف خارجي أكثر من ولايات كثيرة في عمان هي كاسم لكن في عمان كواجهة سياحية أو كمقصد يعني ما تسمع أحد يقول أنا ناس اللي يجيوها ما فقط من الخارج هم من الداخل من داخل عمان بالفعل فإيش اللي ينقص بهلا إنها تكون واجهة سياحية عندها الحضارة عندها المقومات التاريخية كبيئة لا تختلف عن نزوة فإيش اللي ينقصها؟ بهلا لديها الكثير من المقومات السياحية مثل ما ذكرت عندك قلعة بهلا عندك حسن جابرين عندك سلوت الأثاري كثير من المواقع التاريخية في بهلا ولكن اللي ينقصها هو الترويق السياحي وأيضا الخدمات والمقومات الخدمية اللي بتخدم السياح أنا كسائح جاي من مسقط إلى ليش أقول رايح النزوة أو رايح القبل الأخضر على سبيل المثال أنا لو رحت القبل الأخضر بحصل فنادق عالمية بحصل الأكل اللي يحتاجوا الزوار بحصل الخدمات اللي هم يحتاجوها بحصل كل شيء في المقابل لو قيد بهلا واش بحصل فهمت علي؟ فحنا محتاج أنت خدمات اللي يريد هالساح نفسه أنا جاي من مسقط 250 كيلو 200 كيلو إلى حصن جابرين أو اللي سلوت هنا أنا محتاج لما أوصل أحصل على مطعم يقدم ذوقي في الأكل على سبيل المثال محتاج مكان فندق 5 ستار محتاج منتقع محتاج أشياء ترفيه غير أني أنا أزور حصن جابرين أنا لما أدخل حصن بقلعة بهلا وشفت المبنى ورحت إلى حصن جابرين وشفت المبنى ورحت إلى حصن سلوت وشفت المبنى طيب أشياء ترفيهية ممكن أقدمها أنا تكذب الساعة يعني كجانب تاريخي وثقافي وحضاري أنت عندك ما شاء الله جانب متكامل الحمد لله ولكن جانب المكمل له المكمل له خدمي وأيضا أشياء ترفيهية مصاحبة أشياء فعاليات مصاحبة ترفيهية أحنا العين لما نسوي فعاليات مصاحبة سوينها للأطفال بالمختصر شفنا أطفال جايين معناتنا ناقحين في الفعالية هل يش أركز على الأطفال دائما أطفال أطفال صحيح أن الأطفال محتاجين أن نعمل لهم كذا ولكن أيضا شباب لهم دور أنا محتاج شباب أعمل لهم فعاليات تخدمهم محتاج أيضا لكبار السن كبار السن لما يقيوا الفعالية معينة محتاج أيضا أراعيهم في هذا الجانب في الجانب المقابل أيضا سائح لما يقي ما بس بغي يقي هو يشوف العمارة العمانية والتاريخ وكذا يريد يشوف أشياء مصاحبة أو يأخذ معلومات إضافية سواء كانت من خلال فعالية معينة أو يرى مواهب عمانية أو أي شيء آخر فهذا أرى أنه محتاجين أنا أركز عليه كجانب خدمي في ولاية بهلا برأيك إيش الحل؟ يعني هل لازم تكاتف مجتمعي من أبناء الولاية؟ أم لازم الحكومة وتدخل؟ مثلا عندنا مثلا في خريف ضفار اللي صار يعني جهود البلدية واضحة واضحة أنه في أموال يعني بشكل مهول ضخّت عساس أن هذا التغيير صحيح وضخّت في مكانها لأنه خريف صلاة يعني نجاح سياحي كبير ليش ما نركز على مناطق ثاني وليش نحن نركز فقط مثلا على مسندم على مسقط وعلى صلاة الله لماذا نقول موسم السياحة؟ عند قدوم الشتاء فقط لماذا لا نجعل عمان مقصد سياحي طوال السنة؟ هذا يجب النظر فيه أنا الآن لما تروح أنت على أي مستثمر في قلعة معينة وحصل معينة يقول لك والله أنا خسران ليش موسم السياحة بس ثلاثة شهر ومستفيد فيها فقط طيب هذا اللي تكلمت عليه أنا قبل شوية إذا أنت تريد تستفيد طوال السنة يجب أن تجد حلول بأنك تجذب السائح طوال السنة ما بس فقط في موسم الشتاء إذا كان موسم الشتاء يجبل لك فئة معينة من الناس بحقة الجو أنا محتاج إلى فعاليات أخرى تجبل لي فئة أخرى لها اهتمامات أخرى سواء كانت اهتمامات ثقافية او اهتمامات رياضية او اهتمامات صحية او اى اهتمامات أخرى ولكن تجيب الي سائح يعني ما نتكلم عن سياحة فقط اللي هي سياحة بسبب الجو أو سياحة يعني لن есть الي السياحة دينية عندنا سياحة تاريخية عندنا سياحة رياضية عندنا سياحة صحية فهذه كلها مصطلحات يجب أن تطبق وأن تستغل في جميع فترات السنة وليس في مدة محددة وأنا أرى أن الحمد لله الولاية والبلدية في الفترة هذه بدأت يشتغلوا صحيح يعني بدأوا يشتغلوا في الطريق الصحيح وأن الشباب بدأ يمسك القانب هذا بدأت أن تشوف لو لاحظت في الحمرة بدأت تشوف في القبل الأخضر الشباب لما اهتموا في القرى القديمة اهتموا فيها قذبت السياح من خارج عمان ومن داخل عمان من مسقط قائين من مسندم قائين من كل مكان قائين ويزوروا فأيضا في بهلة أنا متفائل خير بأن الشباب قادر على تركيز في القانب هذا والقانب الخدمي وقادر على صنع فرص وظيفية جديدة والصنع مجالات في ريادة الأعمال جديدة في هذا القانب طبعا سوق مفتوح سوق يعني ينقص الكثير سوق أيضا في مساحة تطوير جدا كبيرة خلال الحديث أنا نفسي ذكرت موقف هذا الموقف على الموضوع اللي هو الناس اللي يشتروا الأصوات أو الناس اللي تبيعوا الأصوات مرة المرة يعني ما بذكر من أي ولاية المهم أن الشباب شالينا في ثلاثة باسات كل واحد ما يعطينا عشرين ريال فجيوا الناس المنظمين قطعوا على الباسات يعني راحين ما يصوتوا حل شخص ماير قطعوا عليهم وين راحين قال راحين صوت حال فلان قالوا لهم المترشح الثاني بيعطيكم ضعف المبنى قالوا حراء الباس لف ضربوا فلوس من هنا وراحوا ضربوا فلوس من هنا من الصوبين من الصوبين سؤال إيش هذا الرخص يعني هالدرجة أنت صوتك رخيص أقاطعك أخي محمد الفترة هذه تعتبر موسم لدي الكثير وليس بالمصلحة الشخصية أيضا أيضا في جانب الفرق الرياضية والجوانب أخرى يعتبروا موسم أنا اليوم بقي بكلم فلان بقول له والله عندي فعالية فلانية أو دوري فلاني أو حاجة فلانية تعال رعاه وإحنا بنكون معك بتروح وبيضربوا من عندك الفلوس وسو راح وحثاني بعد سبوع سبوعين بتشوفهم مكلم الثاني بعد سبوعين ثلاثة شهر بتشوفهم مكلم الثالث عن زي أنت في الأخير صوتك لمن إذا كنت فعلا تريد هو يكون داعم لك ما تختاره في الوقت هذا اللي هو وقت الترشيحات ليش ما أخذتوه داعم أو يوقف بقيمكم في الفترات السابقة في طوال السنة نحن موجودين أحطان موجود في طوال السنة مستحيل يرد أي فعالية كانت سواء كدعم مادي أو داعم معنوي أو حتى كمتطوع وكثير من الناس تعرف قحطان في هذا الجانب أنا من 2013 اشتغلت في الجانب التطوعي في أكبر شركات واشتغلت من مسندم إلى صلالة كنت في البيديو ورحت في في جهات عديدة في مجال التطوعي والشخص اللي يريدك بيعرف متى يجيب بيجيبك في أي وقت ما بيختارك في الوقت اللي يحسك أنت محتاج أنه بالفعل وأنك تقبره على أنه يجي يدعمك مقابل الأصوات اللي أنت يعني وتوعده فيها أنا كقحطان شخصيا الفترة هذه أعتبرها أي واحد يجي يقول لك والله تعالي سوي لنا الشيء على أساس أنه لا أعطيك أصوات أنا أقول لك صراحة غير صحيح إذا كنت فعلا تريدني أنا أدع منك أو أكون معاك واقف بيجنبك كنت قد قيتني قبل مثل ما قيتني الآن ف ما عندي مشكلة بدعمك الآن أو بعدين بدعمك الآن لكن كون واضحين كون واضح كون واضح وصريح إذا أنا بوقف معاك الآن معناته توقف معي إلى النهاية ما توقف معاك هذه اللحظة فقط من أجل تخلص مصلحتك وخلاص لا نكون واضحين وصريحين مثل ما أنا واضح معك أنت تكون واضح معي المفترض أن يكون هذا كله يصب في مصلحة الولاية في النهاية مصلحة الولاية مصلحة الجميع لا ننظر إلى المصلحة الشخصية من أجل تكريم فلان أو ظهور فلان لا أنا أرى يجب أن يرى الشخص مصلحة الولاية وأيضا عمان أنا كممثل مترشح عن ولاية بهلا أنا لا يعني أتكلم فقط عن الولاية أنا في المجلس أتكلم عن عمان بالكامل هناك قوانين هناك تشريعات ما تخص الولاية فقط تخص العمان بيكملها ولكن الولاية فقط ممكن هناك بعض الأشياء اللي تخص القانون الفلاني والتشريع الفلاني أنا أضيفه ولكن المصلحة من مصلحة الجماعة في هذه الولاية فقط أم المصلحة العمان بيكملها فلا تنظر فقط إلى أن أنا مترشح عن الولاية فقط أنا أتكلم عن الولاية أو أني بوقف للولاية وقت وما يلي دخل في الباقي لا نتكلم عن عمان ومن ثم الولاية ولكن تركيزي في الأمور الخدمية والأمور الأخرى والأمور هذه المصلح اللي تخدم البنية الأساسية ولا تخدم الأشياء بتكون مركزة على الولاية أحطان بما أنك أنت مترشح لأول مرة إن شاء الله تصل إلى قبة المجلس إيش هي رؤيتك إيش هي أبرد المرتكزات اللي بنايت عليها رؤيتك الانتخابية والتي تعتقد بأنها مهمة في هذا الوقت بأنك نفس ما ذكرت في بداية الحلقة أنك أنت عندك إيمان بأنك في هذا الوقت ممكن تبدل قصارى جهدك لأنك تحقق هذه الأهداف المرتكزات أهم القوانب التي ركزت عليها الرؤية من القانب الاقتصادي وأهمها ريادة الأعمال والتركيز على ريادة الأعمال ولا ننسى القانب الثقافي أيضا وأذكر هنا في القانب الثقافي على سبيل المثال المركز الثقافي أحنا كمرشاحين لأعضاء مجلس الشورى قد نأتي بأفكار جديدة أو بأشياء جديدة ولكن لا ننسى ما فعلوه السابقين في المجلس أو الحاليين في المجلس ونكمل ما عملوا به نذكر أنه في الفترة الثامنة أحد المرشاحين بدأ في هذا الموضوع في القانب الثقافي وهو المركز بهل الثقافي والحمد لله الآن نرى المركز يرى النور على أرض الواقعة في مراحل الإنشاء وبإذن الله تعالى بيكون من الأشياء اللي أحنا نتابعها حتى يكتمل المشروع هذا أيضا لا ننسى القانب الرياضي والقانب الصحي في القانب هذا القانب الرياضي مهم جدا للشباب في أشياء أنا قحطان شخصيا أراها تحتاج إلى تغيير قذري في موضوع الفرق الرياضية كثير فرق محتاجة إلى الوقوف وإلى الدعم قد يكون لا يحتاج إلى دعم مادي هناك دعم معنوي أنا كرئيس فريق لواحد من الأفريق الموجودة في الولاية أنا أرى أن الكثير منهم فقط يعتمد على الدعم المادي اللي يجيهم من الغير أو أشياء أخرى عساس أنه يطوروا من الفريق أنا أشوف أنه ليش أنت ما تستثمر الفريق ليش ما تخلي الفريق يقبل لك دخل ثابت شهري وأقدر أطور منه وقانب هنا قانب النادي أيضا الوقوف في هذا الموضوع أنت كنادي القائم بدورك لا ننكر القهد اللي يقوم بنادي بهلا والقائمين عليه ولكن عندك مجموعة أراضي مجموعة أراضي هذه ليش ما تستثمر وهذا واقب رئيس الفريق فيها والأعضاء اللي موجودين في الفريق أنا أستثمره كيف أستثمره قد يكون أستثمره في مخازن في المساحات الفاضية أستثمره في ملاعب للإيقار أستثمره لمحلات اللي يقار قد يكون حتى في جانب الزراعي ممكن أستثمره أشجار مثمرة موسمية تجيب لي دخل في أفكار كثيرة للجانب الرياضي ممكن أنها يقدروا يستثمروها وتفتح مجال أيضا للشباب بأنه يقدروا يطوروا من الفريق نفسه طورت الفريق أي مشاركة أقدر أشارك فيها أي حاجة من احتياجات الفريق أقدرها وفرها مستوى الفريق يتطور إعلاميا حساباتهم أنت لو لاحظت حتى الحسابات بعض الحسابات ميتة حسابات فريق وكذا ميتة لماذا؟ لم يحصل لهم دعم هما لم يحصل لم يحصل منك دعم حتى يمكن أن يكون ممادي لم يحتاجين دعم معنوي محتاجين خدمة تقدمها لهم أنت كشخص أو كشركة معينة فهذه من الأشياء إن شاء الله اللي مركز عليها وبقوة ومهتم فيها من اهتمامات الرياضة أيضاً في القانب الصحة القانب الصحة تكلموا فيه العضاء السابقين وتكلموا فيه الناس قدنا اللي هو مستشفى بهلا يجب أن يرى النور مستشفى بهلا وهذا من الأشياء اللي لم ننساها ويجب أن نقاتل من عقلها فهذه الرؤية اللي عندي أنا وحاب أني أسويها غير ذلك اللي هو شبكة الطرق عندك الشارع المزدوك الداخلي عندك طرق الداخلية محتاجة إلى نظر فيها هذه بتكون بالتعاون مع المجلس البلدي هنا بتكون بالتعاون مع المجلس البلدي لا ننسى بأنه المجلس البلدي قائم بدوره وهنا دوره وأنا كعضو مجلس شورى قد يكون دوري تشريعي وقانوني أكثر مما يكون خدمي ولكن وقوفنا وقوف المجلس البلدي والمجلس الشورى والمجالس هذه ما بعض وتتكاتف ما بعض تصل للهدف المنشور زين ما هي الأشياء التي تعتقد أن ممكن تطويرها أو تغييرها حدثت في الفترات السابقة يعني شيء أنت تعتقد أن أو تم تغييرها أو تطويرها في الفترات السابقة بيسرع العملية أو بتكون العملية أوضحة وتكون العملية أسهل في نقل الرسالة نقل الرسالة في تشريع قوانين في تسهيل العمل وصول الناس أي شيء تعتقد أنه هو ممكن لو تم تطويرها أو تغييرها في جانب الشورى بيسهل الأمور في الولاية أنا أرى هنا كولاية كولاية بهلة لا أتكلم عن الفترة السابقة ولكن أتكلم عن الفترة الحالية التي أنا فيها وما أتمنى أن يحدث هو أن دام هناك مرشحين لقبة المجلس من ولاية بهلة أنا وهو يجب أن نكون يد واحدة في اجتماعاتنا في أهدافنا في رؤيتنا في إيصال الرسالة معا في كل صغيرة وكبيرة تحدث في الولاية ما كل شخص يشتغل في جانب والجانب الآخر يشتغل الشخص الآخر لا نحن يجب أن نكون يد واحدة وتشتغل مع بعض وهذا ما أتمنى أن يحدث يعني في هذه الفترة يمكن يكونوا العضاء السابقين شغالين عليه ولكن أنا أيضا أتمنى أن نكون نعمل بهذه المنهقية من كل ولاية فيها ليش كل واحد يعمل على حدة ليش ما مثلا نشتغل مع بعض نتلاحظ أحيانا في بعض الجلسات في عضو دائما طول الجلسات ساكت وعضو العضو الآخر هو اللي جالس جالس يتكلم ويوصل الرسالة فليش ما يكون تضافر قوى بالضبط وأيضا الولاية كبيرة فأنت يا فلان أنت أشوف القرية الفلانية والفلانية الفلانية وأنا أشوف القرية الفلانية وخلينا نكتمع على أساس أن نشوف إيش اللي هذي لك عندهم وإيش هذي لها عندهم ونقمع أفكارنا ونقمع رسالتنا وتكون رسالة واحدة وبصوت واحد ونطلع للمجلس هنا في نقطة مهمة اللي هي أنه في أعضاء كثر هنزين سابقين وصل للمجلس أصبح سعادة فلان بعدها تدور عليه تروح للبيت تتصل فيه لا يوجد رد إيش رأيك ما الهدف من وجود شخص في مجلس الشورى عندما تسأل شخص أنت سألتنا هذا السؤال في أول في أول حوار أنا أقول لك أنه شخص هل هدفه أن يصل لمجلس الشورى فقط من أجل الوجع الإسم فقط أم هو هدفه من أجل مصالح شخصية يريد يصل إلى الوزير الفلاني أو المكان الفلاني مصالح شخصية أم هدفه فعلا يريد يطور الولاية ويريد يساهم في تطوير القوانين والتشريعات ويكون مع الشعب ويذهبت دور الناخب في اختيار الشخص المناسب من هو الشخص الذي نختاره هل هذا الشخص يبحث عن مكان اجتماعي فقط أم يبحث عن مصالح شخصية فقط أم هذا الشخص يبحث عن قهد يريد أن يصبه في المجلس هذا ويصبه في الولاية ويصبه من أقل مصلحة أبناء الولاية فأنا أرى بأنه هذا دور الناخب في اختيار الشخص المناسب لو ندخل شوية في عمق مجلس الشورى نلاحظ أنه في المجالس برلمانية أو المجالس الشوروية مثل ما البعض يصفها لاحظ أنه فيه تكتلات ما أريد أسميها أحزاب لأننا نحن ما عدنا فكرة الأحزاب بس فيه تكتلات تحصل لأن مجموعة من الأعضاء يعملوا لإيصال فكرة معينة وقانون معين أو لتمرير مشروع معين أو لإلغاء مادة معينة فإيش رأيك بفكرة تكتلات وكيف أنت كاعظ إن شاء الله لو وصلت لقبة المجلس كيف تستعمل مع هذه التكتلات فكرة التكتلات قد يراها البعض من ناحية أنها تكتلات من أجل محافظة معينة مجموعة من الأعضاء لولايات معينة يريدوا يخدموا محافظة معينة قد يكون هكذا يعني ولكن أنا أرى بأنك أنت كاعظ مجلس شورى لسا مسؤول فقط عن الولايات أنت مسؤول عن المجتمعك كل عن عمان بأكملها التكتلات هذه ووجودها في قبة المجلس يجب أن تنتهي يجب التركيز من قبل الأعضاء الحاليين والأعضاء إن شاء الله في الفترة العاشرة بأن يشتغلوا على يد واحدة وذكرتنا هذا سابقا ما أتمنى أن يحدث بأن كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يعمل مع الآخر أن يساند الآخر أن يقف بقانبه إذا كان الموضوع يخص الولايات فأنا أشتغل مع الشخص اللي معي في الولايات إذا كان يخص الموضوع عمان ككل أو ولاية أخرى وهو طلب من المساعدة فلن أتردد أن أكون معاه ولو كان في ولاية أخرى لأن المجلس يخدم الشعب ككل ولا يخدم قز منه نفس ما يقوله يعني المقصد من كل هذا عمان عمان بالفعل السؤال المطروح واللي كثير يتكرر في الفترة الماضية نحن لا نعرف إيش الشعب يريد من أعضاء مجلس الشورى طرحنا هذا السؤال وتمت الإجابة عليه إيش الحكومة تريد من مجلس الشورى أو من عضاء مجلس الشورى الحكومة تريد من عضاء مجلس الشورى أن يساهم هو والمجتمع في صنع القرار بمعنى أن يرى المجلس يطرح موضوع معين أنا كعضاء مجلس الشورى أنا أقش فيه المجتمع أو أبناء الولاية ونكون مساهمين في صنع القرار باكر لو تم اتخاذ القرار وتم تطبيقه أنا لي الفخر بأن نكون مساهم في صنع هذا القرار من أقل عمان بصمة فعلتها من أقل عمان فهذا ما تريده الحكومة إشراك المجتمع في صنع القرارات هل بالضرورة أن ما تراه الحكومة هو صحيح؟ ليس بالضرورة ما يراه المجتمع هو صحيح في بعض القوانين والعكس صحيح ليس ما تراه الحكومة في بعض القوانين صحيح لذلك قاء مجلس الشورى لأخذ المشورى من القانون بين الطرفين ما يراه المسؤولين في وزارة معينة وما يراه الشعب حيال ذلك الموضوع هنا عند مناقشة الموضوع هذا في مجلس الشورى وقبة المجلس أنت تأخذ بعين الاعتبار ما تراه الحكومة صحيح وتأخذ بعين الاعتبار ما يراه الشعب صحيح وهنا تأتي بالقرار النهائي نزيل البعض يعتقد أنه مجلس الشورى هو مبارة عن مجلس شكلي والبعض حتى يصفه ألاحظ في التعليقات أنه مسرحية يعني مسرحية عبارة عن مخرج وممثلين وفي سيناريو معين مدة مسرحية أربع سنوات ومن ثم تنتهي طبعا أنا شخصيا لا أتفق مع هذا القول لكن تكررت كثير في الفترة الماضية أن هذا هو فقط كشكل نحن نوضح للعالم نوضح للأم المتحدة نوضح لكل حد أنه نحن جاسين ترى أن نشاور الشعب هل هذا الدعاء فعل أنه سطحي نفس ما يبدو أنه سطحي أم أنه يعكس جزء من الواقع للأسف من الدعاء هذه الدعاءات هو شخص غير مطلع أساسا على ما يقوم به المجلس من دور ولا يعرف اختصاصات المجلس ولا تعب نفسه أصلا في خوض تقربة المشاركة في صنع قرار مع المجلس أنا أرى أن هناك قانوانين وتشريعات كثيرة شارك فيها الشعب مع المجلس في اتخاذ القرار وهنا نذكر منها قانون العمل الحالي على سبيل المثال تقريبا أمس أو أول أمس يعني من وقت تصوير هذه الحلقة نزلت لي هي القوائم اللي فيها أعداد القوائم الأولية للناخبين للناخبين نعم كم بلغ عددهم في ولاية بهلة؟ في ولاية بهلة بلغ 19 ألف وثمانمية وحاجة تقريبا حوالي عشرين ألف حوالي عشرين ألف هل تتوقع أن السبب زادوا لأنه تحول إلكتروني أو؟ أنا أتوقع بأنه وعي الشعب وثقافة الشباب بدت تظهر بإذن الله أنه يكون هذا تغيير قذري ومفيد من أقل نرى أصوات كثيرة تشارك في الفترة العاشرة بإذن الله تعالى هل أنت متفاعل بالفترة العاشرة؟ متفاعل تفاعل كبير جدا بإذن الله تعالى بأنه تكون منافسة كبيرة ولا أعتبرها منافسة أي واحد يعني حاب أن يدخل مجلس شورة أكيد يعني نقول بأنه المصلحة للمجتمع فبإذن الله تعالى أنه تكون فترة مليئة بالإنجازات وهي أيضا أول فترة في العهد الجديد الأول فترة في العهد الجديد نعم فيجب أن تكون متواكبة مع رؤية عمان عشرين أربعين من ناحية رؤية العضاء من ناحية إنجازاتهم والأشياء التي يشتغلوه فيه بإذن الله تعالى فأرى أنها فترة تكون مختلفة بإذن الله تعالى قحطان بن علي بن سعود العطابي شكرا لك ورسالة أخيرة لمتابعي البرنامج أو للأشخاص التي تعتقد أنهم ممكن أن يكونوا ناخبين محتملين لك رسالتك أيضا لولاية بحلة ولي عمان بشكل عام رسالة أقدمها للناخبين أولا بأن يكملوا ما بدأوا به هناك ناخبين سجلوا في التطبيق كناخب ويجب أن يكملوا من خلال التصويت أيضا سواء كان في خارج عمان وداخلها خارج عمان طبعا تم تحديد تاريخ 22 أكتوبر وداخل عمان 29 أكتوبر فأنا أتمنى أن الجميع يصوت وأتمنى الجميع أن يصوت للشخص الذي يراه مناسب ليس من أجل مصلحة شخصية وإنما من أجل مصلحة الوطن فهذا ما نقوله للناخب وهذا ما نقوله من أجل المجلس ومن أجل الوطن شكرا قحطان وشكرا أيضا للقائمين على حصن جبرين على حفاوة الاستقبال على الأمان أننا اقترحنا هذا الفكرة لأننا حابين نوضح أن أجلس الكاركتر على ما يعملوا حلقات يعني يعبدوها بطريقة أو عن ما منذكرها فجينا في أهم أو واحد من أهم المعالم في الولاية واللي هو حصن جبرين الآن الهواء بدأ ينحرك صار الهواء الطف حسابات الضيف موجودة تحت في صندوق الوصف وأيضا رابط الاستماع للحلقة رقم الهاتف نعم رقم الهاتف موجود لأي حد حاب يستفسر بالاتصال أو بالرسالة ولو حبوا حتى ألاقيهم ونتكلم في نقاوهم على استفساراتهم أو عن الرؤية أو عن حاجة تكلمت فيها أنا في هذه الحلقة أنا مستعد موجود في الولاية في أي وقت وموجود من خلال الاتصال في أي وقت وأيضا راح تعمل لقاءات انتخابية بإذن الله تعالى في لقاء قريب بإذن الله تعالى راح تعلن عنها في بأعلن علىها في حسابات السوشال ميديا إن شاء الله ممتاز ممتاز جدا رابط الاستماع للحلقة موجود تحت وإيميلنا أيضا لللي حاب يعمل أي تعاون أيضا مفتوح نحنا ما نحط رقم بس نحط إيميل الآن بنودعكم بنروح ناخذ جولة في هذا الحصن اليميل نشوفكم إن شاء الله على خير روح السلام ممتاز جدا ممتاز جدا ممتاز جدا